بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبناءنا الطلاب في هذا الدرس من دروس اللغة العربية ودرسنا لطلاب الصف الحادي عشر وعنوانه قصر الحمراء وهو درس من دروس الاستماع فما أهداف درسنا اليوم يتوقع من الطالب في هذا الدرس أن يستخلص الأفكار الرئيسة والتفاصيل الداعمة في النص المسموع أن يوضح الأفكار الفرعية والتفاصيل الداعمة بالنص أن يستنتج مقصد المتحدث من خلال نبرة صوته أن يستنتج غرض المتحدث من استخدامه كلمات وأساليب معينة قصر الحمراء ما خبر هذا القصر؟ أين يقع؟ ومن بناه؟ كلها أسئلة سوف تجدون الإجابة عليها من خلال الاستماع إلى هذا النص وهو نص قصر الحمراء ولذلك بني عليك أن تستمع باهتمام وتركيز وأن تتلافى العوامل المشتتة عليك أن تدون ملحوظاتك على هذا النص كذلك عليك أن تسجل كل ما تراه مهما من أفكار ونقاط رئيسة وتلك هي العوامل المعينة على الاستماع الجيد نعلم أعزائنا الطلاب أن التعامل مع مهارة الاستماع يكون بالقراءة الجيدة للأسئلة حتى نتبين النقاط التي تدور حولها تلكم الأسئلة لذلك عزائي الطلاب عليكم أن تقرأوا هذه الأسئلة قراءة جيدة والآن سوف أمنحكم الوقت الكافي حتى تستطيعوا القراءة لذلك أنصحكم أبنائي أن توقفوا المقطع وأن تقرأوا الأسئلة قراءة جيدة وبعد أن انتهيتم من قراءة الأسئلة الآن نستمع إلى هذا النص نص قصر الحمراء قصر الحمراء في جنوب إسبانيا وعلى بعد 420 كيلو مترا من العاصمة مدريد يطل من مكانه الشاهق على مدينة غرناطا بمروجها الخضراء الخلابة شامخا مهيبا كقلعة من قلاع القصص الأسطورية إنه المعلم التاريخي الشهير أطخم صرح معماري حي للهندسة الإسلامية في العالم الغربي قصر الحمراء بدأ بناؤه عام 1238 للميلاد في عهد الملك أبي عبد الله محمد الأول مؤسس دولة بني نصر ثم تابع ملوك غرناطة من بعده فأضاف الأجنحة والباحات التي صمم بعضها خصيصا لإبهار السفراء والوفود كما وسع الحصون وشيد الأبراج ليظهر القصر بهذا الشكل وكأنه مدينة مصغرة وقد استمر البناء 150 عاماً الأمر الذي جعل أروقته وأركانه تحمل طوابع معمارية مختلفة ومن سمات العمارة الإسلامية الواضحة في أبنية القصر استخدام العناصر الزخرفية الرقيقة في تنظيمات هندسية كزخارف السجاد وكتابة الآيات القرآنية والأدعية والأشعار أما عن سبب التسمية بقصر الحمراء فيعتقد أنها تعود إلى التربة الحمراء للتل الذي تم تشييد القصر عليه ويتضمن القصر ثلاثة أقسام رئيسة الأول المشور حيث كان الملك يعقد مجلسه ويدير شؤون الحكم والثاني الاستقبالات الرسمية ويشمل الديوان وقاعة العرش والثالث قسم الحريم حيث المسكن الخاص بالسلطان وعلى كثرة ما يضم القصر من قاعات يعد به السباعي أشهر معالم القصر وهو به مستطيل الشكل تتوسطه بركة من المرمر عليها إثنى عشر أسدا في القديم كانت المياه تخرج من فم كل أسد تبعا لساعات الليل والنهار وحين حاول المهندسون المعاصرون معرفة سر عملها خربوها ولم يتمكنوا من إصلاحها حتى اليوم قصر الحمراء كتاب ضخم تحكي سطوره تاريخ حضارة عظيمة شاهدة بتفوق الهندسة المعمارية للمسلمين في عصره يقصده ما يزيد على المليونين ونصف المليون سائح سنوياً من مختلف الأقطار والجنسيات لقراءة صفحاته والاستمتاع بقصصه وأسراره المثيرة أشكر لكم طلابي حسن الإصغاء وأشكر كل من دون هذه المعلومات التي وردت في هذا النص حتى يستعين بها على الإجابة عن الأسئلة والآن طلابنا هلما إلى التدريبات التي من خلالها نحقق أهداف التعلم السؤال يقول إذا أردت زيارة قصر الحمراء إلى أين ستتجه بعد وصولك العاصمة الإسبانية بدريد؟ هل تذكرون ما جاء في النص حول هذه المعلومة؟ نعم إنك سوف تتجه إلى الجنوب السؤال التالي في عهد من بدأ بناء قصر الحمراء؟ أظنكم طلابي قد دونتم هذه المعلومة نعم إن البناء قد تم في عهد الملك أبي عبد الله محمد الأول مؤسس دولة بني نصر السؤال التالي ما اسم المكان الذي كان الملك يعقد فيه مجلسه؟ ويدير شؤون الحكم؟ هل هو المشور؟ أم الديوان؟ أم قاعة العرش؟ أم قسم الحريم؟ إدارة شؤون الحكم؟ نعم لقد كانت إدارة شؤون الحكم في المشور سؤال الصواب والخطأ وهنا أنبهكم أبنائي إلى قراءة الجملة قراءة متأنية وأن تتفحص كل كلمة فيها فقد يكون الخطأ قد ورد في كلمة واحدة تجعل من الجملة جملة خطأ ضع علامة صواب أمام الصحيح وعلامة خطأ أمام الخطأ فيما يأتي تبعد غرناطة عن مدريد قرابة أربعمائة وعشرين ميلاً هذه المعلومة صحيحة؟ نعم لقد ورد هذا الرقم هل الجملة صحيحة إذن؟ لا انتبهوا إن الجملة جملة خطأ لماذا؟ لأن هذا الرقم عندما ورد لم يرد بالميل وإنما ورد بالكيلومتر فلننتبه أبنائي بدأ بناء قصر الحمراء عام 1328 من الميلاد هل دونتم المعلومة الخاصة ببناء القصر؟ إن العبارة عبارة خطأ استغرق تشييد وتوسعة قصر الحمراء قرابة 150 سنة إنها معلومة صحيحة من سمات العمارة الإسلامية استخدام الزخارف والخط العربي نعم إنها معلومة صحيحة سؤال آخر اذكر من كلام المتحدث معلومة يمكن اعتبارها دليلا بارزا على تفوق الهندسة المعمارية الإسلامية وهنا عليكم أن تنتبهوا جيدا فمطلوب إليكم أن تختاروا معلومة تعد دليلا على تفوق الهندسة المعمارية الإسلامية نعم بارك الله فيك خروج المياه من أفواه أسود بهو السباع تبعا لساعات الليل والنهار وعجز المهندسين المعاصرين عن معرفة سرها حتى اليوم وهذه معلومة تصلح أن تكون دليلا على تفوق العمارة في هذا الجانب السؤال التالي استنتج موقف المتحدث من قصر الحمراء كما فهمت من المقدمة مدللا على استنتاجك وهنا أعزائي الطلاب يسألني أحد الطلاب ويقول لي يا أستاذي كيف نستطيع تحديد موقف المتحدث وأقول له يا أبني تستطيع تحديد موقف المتحدث من المعلومات التي يسوقها من المفردات التي يوظفها من الأساليب التي تعبر عن وجهة نظره وعن موقفه من الأمر الذي يتحدث عنه فهناك أساليب للتعجب وهناك أساليب للإفتخار وهناك أساليب للحزن مثلا هكذا لابد للطالب أن يتنبه إلى تلك الطرائق والآن إليكم الإجابة الموقف هو الإعجاب، الإنبهار، الاعتزاز وندلل على هذا الموقف بنبرة صوت المتحدث التي تنم عن هذا الإنبهار كذلك توظيف ألفاظ ذات دلالة مثل شامخا مهيبا وتوظيف أسلوب التفضيل في قوله أضخم صرح السؤال يقول في رأيك لماذا تعمد المتحدث تأخير الإفصاح عن موضوعه في المقدمة؟ لماذا لم يذكر الموضوع في بداية كلامه؟ والإجابة لا تخفى عليكم لتشويق المستمع إلى معرفة اسم ذلك المعلم الأسطوري الذي هو موضوع النص فهذا التأخير يلعب دورا بارزا في تشويق المستمع إلى المتابعة حتى يتبين الموضوع الذي نتحدث عنه سؤال آخر هل بدأ لك المتحدث متيقنا من حديثه حين ذكر سبب تسمية قصر الحمراء؟ ولماذا؟ يستطيع المستمع المتابع أن يتأكد من تيقن المتحدث من عدمه من طريقة حديثه ومن الألفاظ التي يستخدمها ومن أدوات التوكيد التي يوظفها إذا كان متأكدا من أمر ما والإجابة عن هذا السؤال لا لم يبدو المتحدث متيقنا والسبب استخدامه كلمة يعتقد خاصة وقد نطقها بصيغة المبني للمجهول فلم يذكر الفاعل الذي يعتقد هذا الاعتقاد سؤال آخر بحسب النص المسموع ما أشهر معالم قصر الحمراء؟ هل دونتم هذه المعلومة؟ أظنكم قد فعلتم ذلك نعم، إنه بهو السباع السؤال الأخير في خاتمة النص حرص المتحدث على إظهار القيمة التاريخية والأثرية لقصر الحمراء فوظف ماذا وظف؟ التعجب المجاز الاستفهام التوكيد وبالتركيز في خاتمة النص ندرك أن المتحدث قد وظف لغة المجاز وذلك حين قال قصر الحمراء كتاب ضخم تحكي سطوره تاريخ حضارة عظيمة ولا يخفى عليكم أنه لون من ألوان المجاز وهو التشبيه وقد أكد لنا هذا التشبيه وبين إظهار القيمة التاريخية والأثرية لقصر الحمراء استمتعنا معكم طلابنا الأعزاء مع هذا المعلم الأثري الحضاري فشكرا لكم وإلى أن نلقاكم في درس جديد من دروس اللغة العربية لكم منا أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته